السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم نجلاء الحميدي من قناتي على اليوتيوب مطبخ نجلاء الحميدي شايفين العزيزية الجميلة دي انا حقيقة يعني اول مرة اكلتها كانت اسماء عجيز صاحبتي جايبها لنا الشغل وسألتها قالت لي دقيها بس ما كنتش عايزة دقها بحكين لكم الحكاية تمام دقتها قالت لي اسمها عزيزية كان اول مرة في حياتي اكلها اسماء صاحبتي من دوميوت بجد يعني عجبتني جدا وقررت ان انا اعملها لحضراتكم شايفين جمالها وبجد طعمها رائع جدا جدا بنا بقى نقول على المقديل بتاعتنا مع بعض بصوا بقى معايا كوباية ونص من المكارونة الاسباكتي تمام اي مكارونة انت حبيها معايا كوباية ونص من المكارونة الاسباكتي دي لكات موجودة عندي ومعايا كوباية من السكر و3 اربع كوباية تنشأ ومعايا سمنا بلدي انا حطيت المكارونة تتسلق على النار هتتسل كويس جدا جدا لو مكارونة الام هتتهري منك تمام معايا هنا 2 لتر من اللبن انا غليهم وهنا سلقت المكارونة معايا تمام وبعد كده بقى هاعمل ايه انا هحط شوية مية على 3 اربع كوباية تنشأ وهدوبهم كويس بحيس ان هم يبقوا جاهزين معايا وطبعا قبل ما حطوهم على اللبن هاقلبهم كويس هنا معايا اللبن انا سايباب القشطة بتاعته بخيره تمام شايفين القشطة علشان تبقى طعمها جميل جدا هبتدي انزل بكوباية السكر بتاعتي وقلب كويس بعد كده هبتدي انزل بالمكارونة بتاعتي اللي مسلوقة حال وهقلبها هتفضل على النار لمدة بتاع ربع ساعة ومطيق عمالة قلب تمام عايزة تضربيها بالهاند بلندر مستعجلة وعايزة تديها ضربة بالهاند بلندر تمام مش عايزة خلاص انا حطيت هنا معلقة من السامنة البلدي دي سامنة بلدي جاموسي عشان كده لونها قبيض وعملها من الاشتر لحضراتكم شفتوها في اول فيديو لو عايزين هابقى اعملها لحضراتكم معاكم سامنة البلدي تمام وانا مسيحة في الماكر وفي على فكرة لما كانت اشتر وبقت سامنة بلدي بالشكل ده وباكتبوا لي في التعليقات لو عايزينها هقلب ده كلام ده كده كله كويس تمام وهديها انا ضربة بالهاند بلندر آآ علشان ايه مستعجلة عليها مش مستعجلة هتفضلي بتاع ربع ساعة على النار ومطيها وبتقلبي لو مكرونة اقلام او ايه مكرونة ثانية هتفضلي هتتهيل معاك بس في الاخر بتبقى قطعة نقلبت النشا معايا كويس كده هبتدي ان انا هنزل بالنشا ايد بالنشا وايدي التانية بتقلب مش هسيبها لانها بتجمد بسرعة زي المقلبية تمام اهي بتبتدي اهي ان هي تمسك كويس هبتدي ان انا هحط شوية من الفانيلي هتديها آآ طعم حلو اوي محتاجة تحطي جوزة الهند براحتك عايزة تحطي مكسرات برضو براحتك تمام انا هده قوام بتاعها كده كويس جدا هبتدي بقى ان انا معايا صنية انا دهنا الصنية طبعا سمنا بلدي هبتدي ان انا انزل بالمقدار بتاعي كله في الصنية آآ اهو قوامها حلو اوي اوي وبجد طعمها حلو اوي اوي يعني كانت حاجة طعمها جميلة جدا بجد تسلم ايد اسم اعجيز آآ ودي الطريقة الدميطية الصح بتاعتهم بصوا انا سبتها بلدت خالص نص ساعة نص ساعة بلدت احنا في شطة اخدت معايا ايه تلت ساعة آآ ببتدي السامنة البلدي سيحتها ويببتدي ان انا ادهن الوش كله زي محارتكم شايفين كده بالضبط بحاول مجرحيش هي كده كده مسكت معايا تمام بدهنها بالسامنة البلدي وبعد كده كلها اهي زي محارك شايفة هبتدي ان انا ادخلها فرن على درجة حرارة متين اخدت معايا في الفرن آآ بالضبط تلت ساعة مش هشغل الفرن من فوق هشغل الفرن آآ مش هشغل عفوا مش هشغل الفرن من تحت هشغله من فوق انا محتاجها تبقى بيضة من تحت تمام ده كده شكلها في الفرن بعد ربع ساعة وهنا بعد ما خرجت يعني انا باعتذر لكم على المنزل والله العظيم انا عاملها طبعا الانبارح اللي هو يوم الخميس يوم العاصفة فالنور قطع خمس ساعات فده اللي لحقته بعد ما النور قطع بجد اكله ربعها وهي سخنة وبعد كده اكله كمان تلت قطع بعد لما بردت انا لحقت دخلت دي شلتها قلت رايح شوية لحد ما نورجي خمس ساعات لحقته شل النص ده علشان اصوره محاضراتكم بجد كنت هزعى جدا لو قمتي لقيت الصناعة متاكلة انا شلتها عشان ما تبتكلش من طعمها وجمالها فعلا والله العظيم وانا بعملها كان جوزي بالتاريق عليا بجد عاجبته جدا وما هو زي ما حاراتكم شايفين يعني هما كانوا قفين لي وانا كمان بغرف الباقي ده وكان الجو بقى بيموتر بقى وحاراتكم معارفين بقى يوم العاصفة اللي هو يوم الخميس انبارح تمام شايفين ده قوامها كده وده هي بعد ما بردت تماما قعدت بتاع ست ساعات طبعا لما بردت معايا وبقت بالشكل ده وطعمها والله بجد طعمها رائع جدا جدا ودي العزيزية الدمياطية على اصولها بطريقة صاحبتي اسماء عجيز بجد ربنا يبارك لها كنت اول مرة اكلها من ايديها تسلم ايديها بجد بجد هتعجبكم جدا اتمنى تجربوها وتقول لي في التعليقات وبعتذل لحضراتكم لو الصوت مش واضح انا عندي بلد اه اتمنى بقى لو الحلقة عجبتكم ما تنسونيش لايك وشيل وسبسكرايب مع تحياتي مع تحياتي نجلاء الحميدي مع تحياتي نجلاء الحميدي تحياتي نجلاء الحميدي تحياتي نجلاء الحميدي